تبصر أخي في طريق الحياة بصائر للحق نورا مبينا تدل الحيار لذرب النجاة وتجل الضباب عن السالكين وفيه هدى الله قرآنه تحل القلوب إليه حنينا وهدي النبي شفاء العي يبين ما حير السائلين تطبيق نبي الإسلام استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب رسائل اختبر معلوماتك البطاقات الدعوية الأرجوزة الميئية صوتيات منوعة مرئيات متعددة انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج تطبيق نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم تهطل الثلوج عواصف ثلجية تجتاح عدة دول في المنطقة وهذا الثلج وهذا المطر من الله تعالى المعطي برامتنان باسط اليدين بالعطايا كثير البركات والهدايا سبحانه وتعالى مرسل الرياح مبشرات بالخير والرزق والأمطار له الحمد ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته المطر والحياة وحاجة الجميع للماء أصل الحياة وضرورة عظيمة كم له من فوائد للناس والدواب للأرض والنبات هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وهذه الثلوج تكون مياها تتشربها الأرض وتصبح مخزونة فيها واجعل من الماء كل شيء حي وتأمل حكمة المولى في إنزال المطر وينزله بقدر ما يشاء أنزله بغاية اللطف والحكمة وأنزل معه رحمته لو عدم المطر لن تشرت الأوبئة وماتت كل ذات ظلف إلا ما شاء الله المطر فرحة للعباد فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون سبب للرزق يحيي الله به الأرض بعد موتها وقد وصف الله المطر في القرآن بأنه غيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشوروا رحمته وأنه طهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنه مطهر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنه مبارك ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنه فرات عذب وأسقيناكم ماء فرات وأنه ثجاج وأنزلنا من المعصرات السحاب ماء ثجاج ينظف الهواء ويغني التربة وهذا الذي ينزل من ماء وثلج يتأذل بعض منه نعم ولكن فيه منافع عظيمة والله سبحانه وتعالى يعذب به أحيانا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر عذب قوم سبأ به فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وعذب أقواما آخرين ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ولهذا المطر والثلج آداب وأحكام فإذا اشتدت الريح قبله فإن المؤمن يقلق إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك فسألته فقال من الذي سأل عائشة رضي الله عنها قال إني أخشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا وكان إذا رأى ناشئا في أفق السماء سحاب لم يتكامل اجتماعه ترك العمل وقال اللهم إني أعوذ بك من شرها فإذا مطر قال اللهم صيبا نافعا وعند سماع الرعد والبرق اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك صححه الذهبي وابن حجر وكان ابن الزبير إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهذا البرق يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار آية من آيات الله ومن السنن عند نزول المطر التعرض له حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه المطر رحمة وقد خلقه الله للتو حديث عهد بربه مخلوق للتو نازل من عنده سبحانه وتعالى فإذا أصاب الماء بدنه ووجهه وجسده قال علي رضي الله عنه بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر يقول اللهم صيبا نافعا اللهم اجعله صيبا وهو مسال من المطر هنيئا يعني موافقا للمصلحة وتارة يقول إذا رأاه رحمة رواه مسلم وكان يقول مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله رواه البخاري فرصة للدعاء ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر وإذا خشي التضرر به حتى من الثلج النازل يقول اللهم حوالينا ولا علينا عند التضرر من الثلج النازل نقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكامي يعني الهضاب والضرابي يعني الجبال والآجامي يعني منابت الشجر منابت القصب وبطون الأودية ومنابت الشجر وأيضا فإن المطر يدلنا على التوحيد فلا نقول مطرنا بنوء كذا وهذه الأنواء منازل القمر والأبراج فلو أن إنسانا نسبه إلى برج من الأبراج أو نوء من الأنواء أو نجم من النجوم فإذا كان يقصد نسبة إيجاد فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة لأن الذي يوجد هو الله وليس النجم ولا النوء ولا البرج وإذا كان نسبة سبب يعني يعتقد أن البرج أو النوء أو النجم تسبب بنزوله فهذا شرك أصغر لأنه لا علاقة له به ومن جعل ما ليس بسبب سببا فقد أشرك شركا أصغر من جعل ما ليس بسبب سببا فقد أشرك شركا أصغر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال هذا نص الحديث مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب متفق عليه وإذا كانت نسبة وقت كأن يقول مطرنا في النوء الفلاني في الوقت الفلاني في البرج الفلاني فهذا جائز لأنه كأنه يقول مطرنا في الشهر الفلاني فيجعل مجرد ظرف زمان مجرد ظرف زمان لو قال مثلا مطرنا في المربعانية فلا مانع فلا مانع لو قال مطرنا في أيلول فلا مانع فإذا إذا جعله مجرد وقت لا نسبة إيجاد ولا نسبة سبب وإنما نسبة وقت فلا مانع ولا ننسى عبارة مطرنا بفضل الله ورحمته فإن قال قائل ماذا عن تنبؤات الطقس فهي توقعات مبنية على دراسات في حركة الرياح وحركة الغيوم والصور التي ترسلها الأقمار الفضائية هذه التوقعات مؤشرات مبنية على مؤشرات ومقدمات والمقدمات لها نتائج والله له سنن وقد جعل للأمور أسبابا فلا مانع من دراسة الأرصاد الجوية ولا مانع من التوقعات وتحذير الناس لأنه قد يكون لهم مصلحة في هذا التحذير ولكن لا يعلم الغيب قطعا إلا الله فيقولون متوقع نزول أمطار وقد لا تنزل وقد يقولون قليلا وتكون غزيرة وقد يقولون غزيرة وتكون قليلا شحيحة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وكذلك فإن نزول الغيث رحمة للعباد وهو الذي ينزل غيثا من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومقداره لحكمة وتوقيته لحكمة سبحانه وتعالى وفيه تذكير بالنعمة تكفير السيئات كما قال ثابت البناني ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا عبارة عظيمة يقول ثابت البناني من السلف ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا فإن قال قائل هذه الثلوج تكتسح المدن والقرى والأرياف ومخيمات اللاجئين هذه الثلوج الآن تتراكم فوق الخيام تؤذيهم في حركاتهم وتنقلاتهم تعيقهم في مصالحهم فنقول كفارات تأملوا في هذه العبارة ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا متى يجف هذا إخواننا الآن في المخيمات متى تجف هذه الثياب منشورة متى تجف هذه الثياب هذه معاناتهم وقد أخرجوا من ديارهم وقام المجرمون من الباطنية أعداء الله الذين اكتسحوا بلاد المسلمين واحتلوها يذيقون المسلمين أنواع العذاب أخرجوهم من ديارهم وشردوهم من بيوتهم وتسببوا في هذه المعانات العظيمة لهم أطفال أطفال يتجمدون من البرد أطفال يتجمدون من البرد ليت شعر ما حالهم صبية وربما لا يجد بعضهم حذاء ينتعله يقيه شدة البرد و نحن مع هذه الأحوال لا شك نتألم إذا أوقدوا على الأحذية النيران فماذا بقي لهم ليلبسوه و كذلك نرى صور إخواننا وهم يتكون بأي شيء صندوق صغير وضع أخاه هذا في حضنه بهذا الغطاء لم يجد إلا حضن أخيه هؤلاء يسيرون في عواصف ثلجية بين الخيام هناك عواصف قلعت الخيام وسقطت الأعمدة وتجمد من تجمد هذا طفل يشير بأصبعيه إن هذا الطفل يذكرنا بحديث أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين انظروا إلى إصبعيه يذكرنا بهاتين أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين يعني في المجاورة أفلاً بعثت نفوس المسلمين لإرسال المساعدات إلى هؤلاء الذين يقبعون خلف الأسوار في السجن الثلجي صغار خلف السور ينفخون في أصابعهم لعلها لعلها يحصل لها شيء من الدفئ إن تجمد الأطراف خطير لأنه يتسبب في سقوطها أحياناً إن هذه المناظر تجعلنا نحمد الله الذي جعل لنا مأوى وأسقوا افتقين الثلج فإنا من إخواننا من لا مأوى له ولا سقف يقيه وقد قال العلماء إنه إن الزكاة تعطى لمن لا سقف له يقيه عندما تنزل الأمطار ليت شعري على أي شيء ينامون وأي فراش سيوضع على سطح هذه المياه حصرتهم في الخيام داخل الخيام ترى صغيرهم يبكي ماذا فعلنا من أجلهم رحماك رحماك اللهم بإخواننا يا رب الشتاء والصيف يا رب الحر والبرد اجعل هذا سلاما عليهم تسير القوافل إذا كان عثمان بن عفان قد جاء بقافلة من الشام وتصدق بها على المسلمين في المدينة فإن أحفاد عثمان سيرسلون القوافل إلى إخوانهم بالشام إنه دين ووفاء هذه الشام الأرض المباركة لم تعد تعطي أهلها ما يكفيهم من الظلم الذي وقع وحل بهم وكيف يمكن كيف يمكن النوم في هذه الحالات اللهم انشر رحمتك عليهم فلنعش معهم ولو بمشاعرنا ألم يقول عليه الصلاة والسلام يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الرأس لما في الجسد والجسد لما في الرأس ترى الأب يضم ولده وهو يسير به دفء مشاعر الأبوة أقوى من البرد نتذكر هنا نعمة الله علينا ونحن نتنقل بسياراتنا المكيفة بالهواء الحار وإذا رأيناهم يخوضون في الطين فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا تجاه إخواننا لا بد من هبه لمساعدتهم لا بد أن يقوم الجميع بمسؤولياتهم لا بد أن تستبدل هذه الخيام بغرف متنقلة على الأقل هكذا نراهم ماذا ينتعلون لا شيء أحيانا حفاه وفردة كبيرة وأخرى صغيرة لا أكبر ولا أصغر ولا يمين ولا شمال ولا تماثل ولا تشابه وغيره ما وجد شيئا رحمتك اللهم بهم اللهم آوهم اللهم احملهم اللهم ارفع البأس عنهم اللهم اكشف ما نزل بهم من ضر ومنع الدوليون عنهم مساعدات كانت تأتيهم من ظلم المنظمة الدولية تريد منع إنجاب الأطفال في بلاد المسلمين بقوانينها الجائرة بالسيداو بقوانين التي يسمون صحة إنجابية لا يريدون مزيدا من الأولاد المسلمين ويقتلون الأحياء منهم بمنع المساعدات في عز الشتاء كل مسائل الطهارة موجودة في المخيمات أيها الإخوة والأخوات من التيمم إلى الوضوء بالثلج من التيمم إلى الوضوء بالثلج وهكذا تكون الصدقات واجبة علينا وهكذا لا يصح أن ننعم بدفء وإخواننا فيما هم فيه ومن لم يجد طريقة فالدعاء الدعاء والدعاء عظيم ما حيلتهم حشد نساء وأطفال في خيمة للتدفئة بحرارة الأجساد الأم تربط رضيعا مباشرة على جسدها وتلف ثوبها عليه كي يستدفئ بحرارة جسدها هذه الطريقة لتدفئة الرضيع كيس بلاستيك يلبس كقميص وفوقه ثياب لأنه عازل للبرد على الأقل نوعا ما منظر طفلة قعدت تبكي عند الخيمة لا تبكي فإن مع العسر يسرا لا تبكي فإن بعد الغم فرج وبعد الضيق مخرج طوبة لمن مسح العبرة ونفس عن مسلم كربة نسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يلطف بإخواننا ونبدأ بالاتصالات أم سيري من الجزائر تفضلي السلام عليكم يا شيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضل أستاذ يفشف عندي أسئلة أولا سؤال أول نعم هل تصلى النافلة بعض مباشرة تسمعين الجواب في حكم وصل صلاة بصلاة وما هو الدليل ثانيا سؤال ثاني نعم هل المضمضة والاستنفاع في الوضوء تتم مع بعض بحكمة ماء واحدة تسمعين الدليل على ذلك إن شاء الله سؤال ثالث يا شيخ من فضلك كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بأيام الليل صيفة أيضا تسمعين الجواب في كيفيات صلاة قيام الليل أم عماد من الجزائر تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تسمعين الجواب في زيارة النساء المقابر ثانيا أعيدي السؤال هل يشعر الميت بزيارة من زاره نعم طيب الأخت أمل أبو نعم أنا لأسناك في الشيخ أنا عندي يوجد أخوه زي ما يكون بينا خلاف أنا وهي فنشتك كياني يعني نجلس بعلاني من بعض الشوية بس بعد الشوية أنزل وصل مع كل بنية أني خيركم ما يبدأ بالسلام بس بدون ما أفصح عن هذا الشيء فهل الأخرج من من حديث لا يحل لأحذركم أني يهجر أخاه أصل من ثلاثة ليار كيف يعني بدون ما أفصح عن هذا الشيء يعني بدون ما أقول أنا أتسامح أو كذا لا أسلم بكل يعني بنية أني أبدأ بالسلام يعني بدون ما أفصح بما فيهم بما فيهم هذه المرأة نعم أيها مصافحة أو سلام كل واحد أو سلام عام لا لا أبدأ بس يعني أسلم كذا عام على الكل طيب وسؤالك لني شيخ الحكم طيب لحظة 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 إذن تسمع الجواب الأخت هذه سألت عن قضية شعور الميت بالزيارة إن شاء الله تسمع الجواب وأيضا سؤال هل تزول القطيعة بسلام عام على أشخاص فيهم الذي حصلت القطيعة معه أو يجب أو لا تزول حتى يسلم عليه سلاما خاصا به السؤال الثاني طلعت أحد الأخوات كبت عائلة رسول صلى الله عليه وسلم هل هذا فيه إشكال أو شيء ما هو يعني الحين حديثا أخذ السؤال كبت عائلة رسول صلى الله عليه وسلم وإنه هو هل هذا فيه إشكال طيب طيب الأخ محمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام وبركاته تفضل نعم نعم تفضل يا أخي تفضل يومي في ذكر وفي مرة ثانية لا إله لا أحد شيء له لأنه نقول الحمد وأنه أقول شيء صدير وفي مرة ثانية لا إله لا أحد شيء لأنه نقول الحمد يوحي يومي وهو على فشغير ما الفرق بين تنوال يعني إذا بيت يحلوني بجون ما أقول أخطصرها أنه لا إله لا شيء نعم وهو على كل شيء صدير أما إذا كملك بيخطأ وما بيخطأ سؤال ثاني صراح سنة الفجر قد لها إذا بث الإمام وإن لم ألحق عليها ممكن أقضيها بعض صراح الفجر لذلكم الله خير حياك الله إذا تسمع الجواب ما هي الألفاظ الواردة في التهليلات ومتى تقال كل واحدة هل ورد تعيين لا إله الله وحده ولا شريك لا يحي ويميت بعض صياغ التهليل ما فيها يحي ويميت بعض فيها وهو حي لا يموت ما هي صياغ التهليل الواردة الثابتة وهل هناك صياغ تقال في مناسبات معينة الأخ محمد فضل وعليكم السلام وطي وبركاته الله يحييك فضل شخص جنسية الله أخذ راتي حط الأمانة إليه يحتاج أما المشخص توفى الله أخذ الله فجأة دعنا نحن يرى وصدم وتوفى أنا لا أعرف طريقة هذا لا أعرف أصبر 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 محمد أين ورثته ما أدري شيخ كان شغال عند نحل تحت نايم أي وإسنة الإخوان من أبوه لابد أن تبحث عن ورثته والله لا أعرف طريق لحد يا شيخ لا خذ خذ العنوان أبحث عنهم وأتصل بهم وأقول من ورثت هذا هذا الرجل من ورثته ماذا ترك ولا تقول شيء عن المال حتى لا يطمعوا به حتى لا يطمعوا به إخوانه من أبيه هؤلاء اسأل اسأل عنهم هذا فلان اللي مات من ورثته نبغى نعزيهم نبغى نعزيهم عطونا رقمهم نبغى نعزيهم فإذا وصلت إلى ورثته قل لهم ترك مالا وكلوا واحدا يستلمه فإذا يعني الأمانة تقتضي أن تسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وفي هذه الحالة أهلها هم الورثة أهلها هم الورثة طيب يا شخ شاء الله يبدأ الخير بس نعم لو توصلت مع أبوه في اليمن هل قرأ أسلم المبلغ لا ألزمة إذا إيش إذا توصلت مع أبوه هم مش كان هم متدود بقى يتكلم يعني أمه عن أبوه في البلاد بس ما يتكر ما يتكر لي أحد هنا يعني قريب له وسأتقر في أخوان من أبوه أنا كنت يفكر إذا كان للميت أبواني فإنهما يريثاني يعني هذا 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 لا يريثه إخوانه يريثه أبواه أمه وأبوه للأب الثلثين وللأم الثلث فإذا استطعت توصلها لهما فجزاك الله خيرا الأخ عمر تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هي أفضل فيه الاستغفار بارك الله فيكم هذا السؤال الأول نعم الثاني ما هو علاج الهضب وأخيرا رجل حريص جدا على أداء الصلوات في المسجد وذات يوم أكل بصلا فهل له أن يصلي في البيت في ذلك اليوم آه هذا في البيت بارك الله فيكم تسمع الجواب ما حكم إتيان المسجد لآكل البصل لآكل البصل طيب أيها الأخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله موقع الشيخ عبد العزيز بن بازن رحمه الله النتاج العلمي للشيخ بن بازن رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات أكثر من 12 ألف فتوى صوتية ونصية فتاوى محاضرات ودروس إملاءات صوتيات محتوى برنامج نور على الدرب www.binbas.org.sa من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزور المطر سنن قولية وسنن فعلية فمن سننيه القولية قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الإنسان بما شاء قال صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لأنه حديث عهد بربه حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ونستعرض بسرعة بعض الأحكام المتعلقة بالمطر طبعا الثلج الآن ينزل وأحكامه يعني كأحكام المطر في قضية جمع الصلوات لأن الثلج أيضا إذا نزل فإن له حكم المطر في أشياء كثيرة طيب أم محمد من العراق تفضلي السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سؤالي عن ذاتات الذهب هل يستوجب ذاتات عن الذهب عند ثلاثين مثقار ذهب يعني استعمل للزينة هل يستوجب عن يأطي ذاتات عليها لولا ثلاثين ثلاثين نعم ثلاثين قلت ماذا فوق قلت ثلاثين مثقارا ثلاثين مثقار نعم طيب طيب أبا يوسف تستعمل للزينة يعني هل يستوجب عن في ذكات عنها طيب طيب أبا يوسف تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك شيخ محمد حياك الله الله يسمحك خير شيخ محمد اسمح لي السؤالين يا شيخ محمد نعم السؤال الأول يا شيخ محمد ما صحة حديث كثارة المجلس وهل يواضب فيه في كل مجلس أي المجلس حتى لو يستعلم أو مجل ذكر يقال هذا الدعاء أم خاصي مجالسا له تسمع الجواب إن شاء الله والجوال الثاني شيخ محمد ما صحد الحديث المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام أصغر القوم خادمهم هل هو حديث ياسي السبور للنبي عليه الصلاة والسلام هل هو صحيح أم لا تسمع الجواب إن شاء الله أمينة من الجزائر السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة بركاته شيخ هل صحيح أن يوم الجمعة لا تخفص بقيام بالنسبة لقيام الليل والسؤال الثالي بالنسبة للحائط كيف تؤدي العمراء وكيف تكون تلبيع من بلدها والسؤال الثالث بالنسبة للبنك الربوية إذا أردت أن أضع مبلغ من المال وهذا البنك يكون يتعامل للمعاملات الربوية لكنه لا يعطي إلي زيادة زيادة للمبلغ يعني يعني لا أخذها لهذا يعني حرام أو جائز طيب طيب وبالنسبة للتأمين العمل في مؤسسات التأمين التي يكون فيها تأمين إجباري طيب طيب أبا أحمد أحياكم الله أبا أحمد أبا أحمد السلام عليكم عليكم السلام وإطلاق بركاته الشيخنا سوف تغسل عندي إلى مصر أحمد عليك هل يجب أن يغسل الرجل زوجته عند وفاتها وبالحكيس نعم هل يجب أن يغسل الرجل زوجته عند وفاتها وبالحكيس يغسل يغسلها يغسل يغسل طيب 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 نعم سؤال الثاني سؤال الثاني يا مصر زحمة دخل رجل المسجد دخل رجل المسجد والجماعة قائمة والإمام يقرأ بالصلاة الجهر فأخطأ الإمام وفتح ففتح عليه هذا الرجل الذي لن يستحق بالصلاة بعض ما حكم صلاة الجماعة هل صحيح أنها باطلة؟ تسمع الجواب هل يفتح على الإمام وهو خارج الصلاة الأخ خالد فضل السلام عليكم عليكم السلام وطيب بركاته أستاق الله بالخير يا شيخ الله يحييك يا أخي يا شيخ خبثت عن صحة الحديث دخول السوق لا إله إلا الله وحده ولا شريك ولا إله الملك ولا الحمد ورحمه ورحمه لا يموت بيده خير وعلى كل شيء قضي حنا ندغير لدخلنا السوق لكن سمعنا داعية يقول صحة أنه موصعي تسمع الجواب إن شاء الله الله يرحمه أدي عياك الله أخفيصا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام وطيب بركاته أحبكم بالله يا شيخ حبك الله هل يلحط زوجها شيء في منع زوجها من التعدد؟ طيب طيب تسمع الجواب في حكم منع المرأة زوجها من التعدد حياك الله حياك الله طيب ماء المطر والذائب من الثلج والبرد طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث السجود في الماء والطين صحيح الوضوء والغسل بماء الميزاب صحيح يجوز شرب ماء المطر وأكل البرد لأنه طاهر ما تحمله السيول الأصل فيه الطهارة طين الشوارع ومياه المستنقعات الأصل فيها الطهارة أم خالد من العراق تفضلي أم خالد يا أم خالد يا أم خالد وعليكم السلام وعليكم وعليكم السلام وعليكم بركاته شاك شيخ الله حقيقي تفضلي الله دارك تفضلي شيخ بل إجحنا عليك إخنا خواط عدة خواطي ديك فأعجب من خواطي نزلجوا إذا قتلنا كنفوتوا عن جوش فتانت بوقيت ترضى عجلهم فأعجبتنا بلو عمو عارفنا إذا قتلتنا عمو أبغر أبو الأختي فكانت اللواء ومع ناس يا خواطي سبحاني ومجردت أختي جامت رضعات مجنية بلت رضعات تبقى لوقت تقريباً مساعدة شمي حكم هاي مجنية بالنسبة من أبين أختي هذا السؤال يعني رضعتها خمس رضعات فأكثر خمس رضعات وما ما معرف العدد شيخ تقريباً مساعدة بقى يوم مساعدة من حد العشاء يعني جامت أخريباً وصد العصر ورسلات العصر وبقى يوم حد ما تعشى لما راح أو غير سترة تقريباً سارت بها ربعات طيب يغلب على الظن أغلب الظن أغلب الظن إنها تصير خمسة أو أكثر أغلب الظن خلص خلص مدام أغلب الظن خمسة أيوة أغلب الظن أغلب مدام أغلب الظن إنها خمسة يثبت حكم الرضاع أيوة فيكون هذا إبناً 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 للمرضعة وأخاً لأولادها أي إسعار الثاني إحنا تعرف بالعراق يعني المين اللي وقفات اللي يبيع اللحم ما تعرف يعني إنه حتى ما يصلي العرفة أنه ما يصلي فشلو يحكم شراء اللحم من عنده طيب هو إسمعي هو اللي يذبح أو لبس يبيع هو اللي يذبح أو لبس يبيع اللي يذبح اللي يبيع كله هو غالب يطلق بلا عقودة إلى السلام فأنا نحن نتحرّز نشكري خريف من نشكري خريف غالي علينا ستجنح كله إنه ما ناكل لحم طيب الأخذر من السودان تفضل سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام طيب بركاته حبكم في الله إن شاء الله حبك الله بارك الله فيك يا شيخ شيخ لدي سواد واحد أيوة واحد طلق ثلاثة مرات أيوة واتزوجة واحد آخر أيوة والآخر دقام طلق واتزوجة الأول والأول الثاني طلق تعد له مقام طلقة اسمع خضر نعم إذا كان نعم يا شيخ الأول طلقها يعني طلقها ثلاثا ثم تزوجت واحدا آخر نكاح رغبة ودخل بها ووطئها ووطئها ثم طلقها ثم طلقها نعم وتزوجها الأول ترجع ترجع على عداد جديد يعني ثلاث طلقات جديدة فهمت يعني تعدنها طلقة واحدة ولا تعدنها طلقة طلقة لا الثلاثة راح اتخلاص الآن وتزوج خلاص الآن طلقها وتزوجت ودخل بها وبعدين طلقها ورجعت للأول بعقد جديد ترجع على ثلاثة على ثلاث طلقات له حياك الله طيب نختم بسؤالين نختم بسؤالين لضيق الوقت الأخ محمد فضل السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورطي بركاته شيخ ما حكم من صلى في مكة وعليه جنابة والسؤال الثاني لا 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 محمد صلى وعليه جنابة وهو يدري ولا هو لا يدري ويدري بس ليست صلاة فرد إيش ليست صلاة فرد صلى على جنابة صلاة الضحى وهو يدري نعم طيب ليش ما أدري عنه إيش لا بس هذا سؤال عجيب يعني صلاة الضحى صلاة تطوع صلاة نافلة غير ما هي واجبة إيش حكم هازل هذا هازل مستهزئ ولا جاد هذا يا شيخ أيام الجهل سواء أيام الجهل أي أي طيب السؤال الثاني السؤال الثاني يا شيخ معايا مطبع سكري أيوه أحيانا تكون على ملاطة نجاسة غفظا عني أيوه أنا أدل للصلاة ما أقدر أروح المسجد أيشا سوه يا شيخ طيب طيب الأخ يوسف السلام عليكم عليكم السلام أحيانا تطبيق بركاته كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي الله يدعك خير سؤالين يا شيخ بتوتي أكتب طوال مهم جدا أيوه أصب الأم أيوه الموضوع بقصوص توريا يا شيخ كل ما نحاول نتبرع وشيء ما نعرف لمن نتبرع كي جاء معي لا يتنصحون لا فيها يعني يعني أمس دخلت على حساب بتويتر لقيت في ناس تدعم وفيها استمدة ودنا شيء من طرفكم طيب عندك الهيئة الإسلامية العالمية للتنمية هذه وعندك هيئة الشام الإسلامية وعندك يعني فيه الحمد لله عدة يعني عدة جهات توصل عن طريق الهلال الأحمر أيضا الهلال الأحمر سعودي يوصل وبعدين فيه قوافل تنطلق يمكنك أن ترسل معهم على أي حال طيب كنا نتكلم عن نزول الأمطار إذا أصاب الثياب طين لا يلزم غسله كذلك إذا صار الثلج الآن نزول الثلج تسقط الجمعة والجماعة بنزول الثلج الذي لا يستطع معه الحركة تتعطل الحركة طيب إذا كان الوضع هذا فالمؤذن يقول صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم طيب وإذا أمكن المجيء للمسجد يجوز لهم أن يجمعوا إذا الثلج أو المطر نازل يجمعوا الظهر مع العصر أربعة وأربعة بدون قصر لأنهم في البلد ما هم مسافرين وكذلك المغرب مع العشاء المغرب مع العشاء بالنسبة للدليل عديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة وكانت إذا كانت ليلة باردة ذات مطر قال ألا صلوا في الرحال إذا كان ما يمكن القدوم إلى المسجد فإذا قلت أشهد أن محمد الرسول الله في الأذان فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم رواه البخاري ومسلم فحين العذر يبدل المؤذن حي على الصلاة بقوله صلوا في رحالكم مثل حالات الثلج الشديدة الآن وكذلك فإن الصلاة إذا لم تمكن على الأرض مثل كل مستنقعات وحل يعني يصلي على سطح السيارة يصلي على شيء لو صلى على طاولة فوق الأرض الآن إخواننا في المخيمات يمكن ما يحصل له أرض يصلي عليها كل مستنقعات ومطر ولو صلى فوق السيارة لو كان محبوس داخل السيارة لا يستطيع الخروج يصلي فوق سطح السيارة داخل السيارة كذلك بالنسبة لموضوع الجمع يشترط أن يكون المطر نازلا من بعد الصلاة الأولى إلى ابتداء الثانية وأن يكون مطرا يبل الأرض والثياب ومطر يحصل به التأذي عند القدوم وكان أهل المدينة يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فيصلي معهم بن عمر لا يعيب ذلك عليهم وهذا المعمول بالمدينة زمن الصحابة والتابعين وإذا كان المسجد محاصر بالوحل أيضا يجوز الجمع هذا عذر وضابط المبيح للجمع المطر الذي يبل الثياب ويتأذى به الإنسان في نفسه وثيابه وتلحق المشقة بالخروج فيه وكذلك الثلج والبرد بخلاف الطل والمطر الخفيف فلا يبيح الجمع وإذا شك الإنسان يأخذ بالأحوط ولا يجمع إذا شك هل يجوز أم لا ولكن لا يختلف أهل المسجد وتصبح خلافات بين المسلمين ومنازعات ومشاجرات طيب كذلك بالنسبة لأهل البيوت طبعا ما يجمعوا لأنه ما يأتون المسجد ولا يحصل لهم تأذي النساء في البيت لا يجمعنا والأحوط عدم جمع العصر إلى الجمعة وهذا رأي أكثر العلماء بعضهم أجاز ذلك والأحوط اللا يفعله والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن طيب بالنسبة للإخوة الذين أرسلوا أسئلة عبر الرسائل طبعا أسئلة كثيرة جدا يقول السؤال حلمت أني أتكلم مع واحد متوفى هل يعني لازم نذبح له لا ما يعني أنه لازم نذبح له ادعو له بالرحمة في شيوخ حرموا التلفزيون هو ما يحرم الجهاز والشاشة هو يحرم رؤية المحرمات التي فيه بالنسبة لإجهاض وعمره 16 أسبوع إذا تخلق خلص إذا تخلق تجب إذا تخلق وأسقطت متخلقا فإنها نفساء أما العقيقة إذا نفقت فيه روح يعني بعد أربعة أشهر بعد أربعة أشهر سلم قبل الإمام لا يجوز له أن يسلم قبل الإمام ويرجع إلى الصلاة مرة أخرى كيف يتوضى من عليه جرح عليه لاصق طبعا يمسح على اللاصق بالنسبة لسؤال احترق منزلنا مرتين ولم يحترق يحترق مصحف لجدنا لعل ذلك من صلاحي وحسن نيتي رحمه الله وهذا من حفظ الله لكتابه يقول السؤال أيضا من يقول السؤال هناك ناس يحرشون والدتي على زوجتي ولم أتركها ولله الحمد ما دام تعرف أنهم يحرشون فلا تأخذها بجريرة غيرها ما لها ذنب ما لها ذنب لا تحمل عليها ما لها ذنب أيهما يسبق الآخر البسملة أم النية طبعا النية بالنسبة يقول هل استجدى في القرآن دعاء خاص مثل دعاء مثل تسبيحات الصلاة وإذا أضاف الله مكتب لي بها أجرها وحط عني بها وزرها ورفعني بها درجة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام طيب الجنب في البرد يغتسل إذا استطاع يغسل يسخل الماء وإذا ما استطاعي سخ وخشي الضرر الحقيقي يتيمن هل يجوز النوم مع المرأة الحائض نعم المداعبة نعم الحرام هو إتيانها الحرام إتيانها رسم إنسان وضع خط على الرقب لا ما نرسم الوجه أبدا ولا معالم الوجه يقول السؤال أنا مسافر دخل وقت العصر وأنا في المدينة أجمع نقول لا أنت لسه في المدينة ما لك حق في الجمع نرجع لأسئلة إخواننا وصل الصلاة بالصلاة يستحب الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام تسبيحات أو انتقال من مكان إلى آخر كما جاء عن معاوية رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج بالنسبة لكيفية صلاة الليل الأفضل تكون 11 ركعة مثنى مثنى ثم يتر بواحدة في هناك كيفيات أخرى كان نبي صلى الله عليه وسلم ينوع في كيفية صلاة الليل فمن ذلك أنه يصلي 11 ركعة ويصلي أربعا بتسليم واحدة ثم أربعا كذلك ثم ثلاث غير ثنتين 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 الكيفية الأولى المشهورة كان أحيانا يصلي ثمان ركعات لا يقعد إلا في الثامنة يتشاهد ويصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم فهذه تسع ثم يصلي ركعتين وهو جالس وردت كيفيات أخرى كان يصلي 11 ركعة ستة منها يسلم بين كل ركعتين ثم متر بخمس متصلة ما يجلس إلا في آخرها في عدة كيفيات أشهرها مثنى مثنى ويوتر في الأخير بواحدة طيب يقول السؤال بالنسبة لزيارة النساء للقبور غير مشروعة بل منهي عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زورات القبور رواه الترمذي وصححه فهي محرمة للمرأة لأنها لا صبر لها مثل الرجل وليس معنا هذا أن كل رجل أصبر من كل امرأة لا قد تكون حيانا الزوجة أصبر من زوجها لكن الشرع يعطي حكم للأعم الأغلب أحكام الشرع مبنية على الأعم الأغلب فهي لا تزور القبور بعد قد يطمع فيها الطامعون والمقابر أحيانا موحشة يمكن ما يصير فيه إلا هي فتكون مطمعا أو يحدث لها شر طيب بالنسبة للجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحد هذه هي السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من ماء أخذ بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق ثم الغرفة الثانية نفس الشيء وكذلك الثالثة أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فلا يعني يجوز يصح يجزئ لكن ما صح فيه حديث فالفصل جائز يعني لو أخذ كفا للمضمضة وكفا للاستنشاق جائز لكن السنة الكف نفسها بعضها المضمضة بعضها الاستنشاق بالنسبة لموضوع التهليلات منها ما يكون عقب الصلاة المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكذلك لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وكذلك لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد الفجر والمغرب وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في الصباح وفي المساء يعني ممكن بعد العصر وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عند دخول السوق وهذا الحديث مختلف في صحته وقد ضعف كثير من أهل العلم وهذا جواب أيضا على سؤال أخينا في دعاء السوق لو قاله لا مانع لكن لا يحافظ عليه لأن أكثر المحدثين يضعفون بالنسبة لقضية زيارة المقابر هل يشعر الزائر بذلك الميت يعني الأدلة على الأدلة وردت قال عليه الصلاة والسلام عن الميت إنه يسمع وقرع عن يعالم إذا انصرفوا هذا خاص بما يكون عنده إيش الدفن والانصراف من الدفن وغير كذا الأصل إنه لا يسمع وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى طيب إيش حكم إنهم يجلسوا بعد دفنه عند قبره بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها جاء في حديث عمر بن العاص إنه أوصى به رواه مسلم فلا بأس بذلك وهذا معناه أن الميت يأنس لأنه قال حتى أستأنس بكم قدر ما ينحر جزور ويقسم وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خاطب قتل بدر كان ذلك خاصا بهم كان ذلك خاصا بهم وأيضا فإن الزائر إذا جاء إلى المقبر يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إنا وإياكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وفي رواية نسأل الله لنا ولكم العافية فإذا فهم بعض العلماء أن الزائر يشعر بالمزور يشعر بالزائر وإلا ما سميت زيارة وتوقف بعض العلماء هل يشعر أو لا يشعر فقال الله أعلم بذلك طيب هل تزور القطيعة بالسلام العام الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام قال العلماء تزول الهجرة بالسلام بمجرد السلام ورده بمجرد السلام ورده والذي يبتدأ أفضل من الذي يرد وإذا ما رد عليه رد عليه من هو خير منه وهم الملائكة والسلام يخرج من الهجران وقال بعضهم لا يبرأ إلا إذا عاد إلا إذا عاد الحالة الأولى ولكن هذا أكمل هذا أكمل ولا نقول أنه يعني لا زال الهجران قائما لأن فيه سلام وفيه رد ويسلم عليه يخص بالسلام يخص بالسلام يسلم عليه حتى يصيل فيه كلام ما يصيل فيه مقاطعة حتى تزول الهجرة طيب اتيان المسجد لآكل البصل يؤذي الملائكة ويؤذي أهل المسجد ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس وقال من أكل من هتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا وفي رواية فلا يقربن مساجدنا فهو أكل مباح لكن إذا صار يخرج منه هذا الريح الكريهة فإنه لا يؤذي عباد الله وأما صلاة الجمعة فلا يجوز تعمد أكله بعد النداء لها لحرمة التخلف عنها طيب هل يفتح الإمام وهو خارج الصلاة نعم لا بأس إنه يرد على الإمام أو يصحح للإمام وهو خارج الصلاة هذا جائز ولا يشترط أن يكون داخل الصلاة وأيضا بالنسبة لكارت العائلة تقول حطوا للنبي صلى الله عليه وسلم كارت عائلة نقول لا يليق لا يليق بمقام النبوة لا تتداولها ولا تنقلها لا يليق إيش يعامل كأنه يعني إثبات شخصية في يعني كما للمعلومات للسجل المدني ما يليق بمقام النبوة طيب بالنسبة لكفارة المجلس إذا أحب أن يقوم يختم بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وهذا عام في جميع المجالس حتى لو كان المجلس طلب العلم وهذا يكون كفارا لما يكون في المجلس حتى بعض مجالس العلم فيها قد يكون جدال وبالذات إذا كثر اللغط من جلس مجلسا أو كثر فيه لغطه وجاء في الحديث إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك طيب سنة الفجر جوز قضاء بعد الفريضة والأفضل بعد ارتفاع الشمس بالنسبة لأفضل صياغ الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك الحديث سيد الاستغفار بالنسبة لثلاثين مثقال ذهب المثقال أربع غرامات وربع ثلاثين في أربعة فوق مية وعشرين فمعنى ذلك إنه هذه الأحوط لها الأحوط لها أن تزكي بالنسبة لقضية تخصيص ليلة الجمعة بالقيام بدعة يقوم كل الليالي وإذا نام بعضها وقام بعضها لا مانع بس ما يجي يخصص كذا ليلة الجمعة يقوم وغير الليالي ما يقوم هذا عمل غير مشروع بلا دليل بلا دليل الحائض تؤدي العمرة نعم تلبي من الميقات تنوي من الميقات وتلبي وهي حائض وتنتظر حتى تطهر وتطوف البنك يتعامل معه معاملة بس ما فيها ما يأخذ ربا يجوز إذا ما حصل بنك إسلامي لأنه حتى ما يعين البنك الربوي على أنه يقرض بالربا ويستفيد من المال بالربا ما يحط عنده إلا إذا ما وجد غيره ويخشى على نقودي الضياع والسرقة التأمين الإجباري الإثم على من أجبر لكن ما يعمل في نفس شركة التأمين بس ممكن يعمل في شركة أخرى ويأمن غصبا عنه التأمين على من أكرهه هل يجوز الرجل يغسل زوجته والعكس نعم ليست أجنبية عنه وإلا لو كان انقطعت العلاقة نهائيا ما يرث منها يقول لا لا نقول طيب يا فإذا يرث منها يغسلها والعلاقة موجودة وكذلك بالنسبة قال هل تمنع ما حكم المرأة تمنع زوجها من التعدد نقول الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فلا يجوز لها أن تمنع زوجها مما أحباح الله له إلا إذا اشترطت في العقد إذا اشترطت في العقد ما يتزوج عليها فإن تمنعه بالشرط الذي في العقد أما غير كذا لا ما يجوز وهذا حل للمصال كان الآن أعداد هائلة من النساء أعداد هائلة طبعا بالمناسبة في أيضا في الرسائل التي جاءت طلب إعانة في البحث عن أزواج وعن زوج ما عندنا طبعا وقت لهذا يعني ممكن واحد أحيانا يبحث في لليتيمة مضطهدة في دينها ظروف خاصة لكن العام يحتاج إلى مشروع خاص تاج إلى مشروع خاص طيب يقول بالنسبة لي يبيع اللحم إذا كان لا يصلي أبدا ما يجوز تؤكى الذبيحة ما يجوز تؤكى الذبيحة صلت ضحى وعلى جنابه جهلا ما عليه شيء لكن يتوب إلى الله من الجهل يتوب إلى الله من الجهل عنده سكر وتقع نجاسة ما يستطيع روح للمسجد يصلي معذور يصلي معذور حديث خادم القوم أصغرهم وورد أيضا سيد القوم خادمهم لكنه ضعيف سيد القوم خادمهم ضعيف لكن موجود من أمثال العرب أنه أصغر القوم خادمهم موجود من أمثال العرب انتهى الوقت وفي أسئلة ما زالت في الرسائل سنحاول إن شاء الله أن نرسل إجاباتها للإخوة والأخوات صلى الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا ويحسن خاتمتنا ويغيف إخواننا المستضعفين ويرفع البأس عنهم إنه أرحم الراحمين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته